السلام عليكم الله يسعد أواتكم يا جماعة أنا وقت اللي بنزل الفيديو عن توزيعة معينة أو برنامج معين أو بعمل شرح لموضوع معين فمو الغاية من الفيديو إني أجبرك إنك تستخدم هالبرنامج أو هالتوزيعة أو إنه غير لقناعاتك اللي عندك أو إني ضيع لك وقتك بمعلومات ممكن إنك تشوفها بسيطة ممكن إنك تشوفها غير مفيدة ممكن إنك تشوفها غلط فبالنهاية أنا بشر ومثلي مثل أي إنسان تاني ممكن إني أغلط بين الفترة والتانية وأنا كتير بنبسط وقت اللي بيجيني تعليق على أحد الفيديوهات وبيقلي يا هشام إنه المعلومة اللي ذكرتها غلط وبيصحح لي ياها أنا بكون ممنون كتير لأنه بالأخير نحن الكل بنتعلم من بعض فأنا ما لي أحسن منك وأنا ما لي عامل قناة اليوتيوب لأني ماعتبر نفسي أفضل منك لا نحن كل ياتنا هون عم نحاول نساعد بعض ونبني مجتمع متكامل بإذن الله هلأ الفيديو اللي عملته من فترة عن إنه ليش تركت أرش وانتقلت لفيدورا هذا الفيديو جب لي انتقادات وتعليقات لا تعدوا لا تحصى وكل الناس قعدت تقول إنه ليش وما بعرف شو ولأ هذا بيصير وهذا ما بيصير وأرش أحسن وفيدورا أحسن وأبونتو أحسن هذا رأيي شخصي أنا الفيديو اللي عملته عملته عن رأيي شخصي أنا ما رح جبت معلومة حاكيها فلان وحطيتها بالفيديو أنا نزلت النظام على جهازي واستخدمته وكل كلمة حكيتها بالفيديو أنا كنت مجربها قبل ما أعمل الفيديو وبالأخير هي قناتي شخصية أنا ما قلت لأي إنسان روح وانت ما لازم تستخدم أرش روح واستخدم فيدورا هذا رأيي شخصي ورغم إنه كل الانتقادات جتني كل هاي الانتقادات على عيني وراسي وأنا بيحترم كل الناس اللي حكيت وكل الناس اللي قالت إنه أنا غلط لأنه مثل ما حكيت ممكن إني أغلط أنا بالنسبة إلي شخصيا حاليا مرتاح مع فيدورا بس مبارح إيجاني تعليق بتوقع إنه صاحب التعليق يعني يمكن هاد أول فيديو بيشوفه ممكن ما له شايف فيديوهاتي مال يقول إنه أنا ما فهمت شو هي كلمة لغوة فارغة يعني ممكن إنه أنا بيحكي كتير أو الكلام اللي حكيته ما له أي معنى أنا عمالي ورجيك المقارنات ما عجبك الفيديو لا تشوفه ما عجبتك القناة لا تشترك أنا مالي جابرك بس ياريت يكون فيه شوية أسلوب أفضل وقت اللي بدك تكتب التعليق خلينا ننسى القسم الأول من التعليق بعدين عماليقول إنه اشرح لك شي مفيد كيف إنه سبت فيدورا على بارتشين موجود مسبقا لأنه عماليقول إنه فيدورا نظام سخيف من وجهة نظرك نظام سخيف إنه وقت اللي بدك تثبت النظام على بارتشين موجود إنه رح يحزف لك البارتشين وما بيسمح لك إنك تثبت هاد النظام على بارتشين قديم باعتقادي إنه هو عماله يحكي وقت اللي أنت بتروح لحتى تثبت فيدورا فأنت بتشوف إنه وقت اللي بتختار الأورص اللي بدك تثبت عليه رح يقل لك إنه ما في عندك مساحة فارغة وبدك تمسح الأقراص الموجودة أو البارتشين الموجودة لحتى تعمل مساحة إضافية هلأ هاد الكلام مزبوط وأنا مالي ضده هاد لأنك أنت رايح مع التقسيم الأوتوماتيكي فبشكل طبيعي رح يقل لك إنه ما في مكان فاضي وبدك مكان بدك مساحة لحتى تثبت عليها النظام التاني فأنا رديت عليه بهذا الكلام أنه طيب أوكي أنت لازم تروح مع الإعدادات المتقدمة لحتى إنك تختار وين بدك تنصب نظامك فبيجيني الرد أنه أنا بالموضوع لموضوع التحدي طيب ليش لحتى تقلب الموضوع لموضوع التحدي هلأ إذا أنت ما بتعرف كيف تنعمل هاي الخطوة أنا مبسوط أنا يعني بعمل لك فيديو وعلى عيني وراسي وبكون مشكور إلك لأنك طرحت هاي النقطة بس ليش لتعملها موضوع تحدي نحن مانا بحلبة مصارعة أو بساحة معركة يعني خلاص قل لي إنه ماشي كيف بتنعمل هاي الخطوة وأنا برد عليك بس لا تعملها موضوع تحدي هلأ خلينا ننسى هذا التعليق وراح استغل التعليق لحتى نشوف كيف ممكن إنك تثبت في دورة بدون ما تخسر أي بيانات شخصية بياناتك ما رح تلمس أبدا في دورة في الها ميزة إنه في دورة بتيجي بشكل بشكل أوتوماتيكي مع البتر ايف اس معناها إنه أنا ما في عندي غير بارتشن واحد أو في عندي توب بارتشن إذا كان في عندي UEFI ضمن البارتشن اللي في عليه نظام متل ما صرت حاكيها أكتب مرة ومتل ما حكيتها بالفيديوهات اللي عملتها عن في دورة إنه على هذا البارتشن أنا بعمل بحط الروت بحط الهم بحط الفار بحط السنابشات كلها موجولة على هذا البارتشن طيب هلأ أنا على هذا النظام اللي عندي لحتى نتأكد إنه ما رح يروح من عندي أي بيانات رح أعمل بضمن الهم ديركتوري الخاص فيه رح أعمل مجلد ورح أعمل ورح أعمل ملف جديد هدول اللي اتنين هلأ رح أخليهم ما رح أعمل فيهم أي شيء وبنفس الوقت رح أغير بالإعدادات رح أغير اللايت مود للدارك مود لحتى نشوف بعد ما أعمل عملية التثبيت بعد ما أمسح التثبيت القديمة وننزل التثبيت الجديدة أنه رح يروحوا هدول الملفات رح تتغير الإعدادات ولا لا طبعا الفكرة من الفيديو مو أني أمشي خطوة بخطوة كيف ممكن أني سبت في دورة أنا اللي بهمني من كل الفيديو هو بس عملية البرتشنينج فهلأ بعد ما أقلعت من ملف الآيزو ورحت لإني أختار الانستوليشن دستينيشن هلأ هون النقطة اللي رح يصير فيها الخلاف هلأ هو بشكل أوتوماتيكي محدد الأرص اللي بدي نزل عليه بس إذا لاحظت بالشاشة من تحت اللي أخده اللي هو الأوتوماتيك الستوريش كونفجريشن هو آخذ الأوتوماتيك أنا ما بديها أنا رح روح مع الكاستم هلأ بروح مع الكاستم وبضغط على دن هون رح إيجي أول شي راح متل ما اللي شايف انه هو محدد لي انه النظام الملفات هو btrfs او betterfs بس تحت في عندي في عندي خيارين تانين في عندي fedora linux اللي هي التنزيلة الموجودة عندي وفي عندي الانن هلا ضمن الفيدورا لازم اني احذف الroot هو هاد عبارة مو عبارة عن partition هاد subvolume فلازم اني احذفه بس بالرسالة اللي عمالها تطلع عندي ما راح حدد الخيار بيقلي اني احذف كل الملفات المرتبطة فيه هلا ممكن انك تقلي ايه بس انت هيك حذفت الroot partition مثل ما قلتلك منه شوي انه هاد ليس partition هاد subvolume لانه في دورة بتستخدم ال betterfs والنقطة التانية عطيني اي توزيع او اي نظام تاني سواء linux ولا غير linux وقت اللي بتقوم بعملية تثبيت النظام ما بيحذف لك ملفات النظام عطيني اسم توزيعه وحده وانا مستعد اني اترك الهندسه واترك قناة اليوتيوب وروح اشتغل بياع فلافل خلينا نرجع هلا بعد ما حذفت هاد subvolume راح ضيف mount point جديده ولازم اني حطها على ال slash هاي اللي راح يكون عليها ال root او ال system بحت ذاته النقطة التانية بيجي لل unknown بيجي لا ال EFI هلا متل ما اللي شايف انه في عندي ال home هاد عبارة عن subvolume موجود بس راح غير المount point راح اعملها slash home وراح قل له update settings ونفس الوقت كمان لازم اني اعملها ل ال EFI هاد اللي راح يكون عليه ال bootloader هاي راح اغير المount point راح اعملها boot EFI هاد كل شي بدي اعملو ما في داعي اني غير اي شي تاني متل ما اللي شايف انه لا عطاني رسالة انه بده يحزف volumes هاد بعد ما اضغط done ما عطاني اي رسالة انه بده يحزف subvolume هلا ماشي قال لي انه بده يحزف subvolume بس هاد ليس ال partition وهاد subvolume root هاد subvolume root اكيد بده يحزفه هلا انتي ما بتقدر انك تنزل في دورة فوق ملفات النظام الخاصة بubuntu فيه تعارض بين الملفات فلازم انك تحزف الملفات القديمة وتحط الملفات الجديدة بس راح نشوف هلا بعد ما تخلص عملية التنزيل هلا راح اقول له ميجين انستوليشن راح نشوف هلا راح تسرع هاي العملية والروح لعملية الاعداد راح امشي فيها بشكل سريع هلا بعد ما خلص النظام راح اعمل عملية الضبط كمان بشكل سريع هلا متل ما شايف انا ما حكيتها بالبداية انه النظام بالحال الابتدائية وقت اللي بلشت كانت لغته الاسبانية هلا بعد ما خلصت شايف انه عطاني رسالة وعماله قل لي انه بده يغير الملفات القديمة لانه لساها موجودة بده يغيرها المجلدات القديمة بده يغير اسمها من الاسباني للانجليزي لانه لغة النظام الجديدة وانا هاد الشي بشكل متعمد عملته انه حطيت التوزيعة او التسبيت القديم باللغة الاسبانية واللي جديد باللغة الانجليزية لحتى يكون التغيير واضح هلا عمله قل لي انه بده يغير اسماء المجلدات للانجليزي فانا بعد ما غيرت هاي الاسماء شايف انه ما تغير عندي اي شي لسا في عندي سطح المكتب على حاله اذا شيت لشوف المجلدين المجلد والملف اللي عملتهم هل هن لسا هم موجودين ولا لا فهي ضمن الفايل ضمن الناتوليس شايف انه المجلد اللي عملته والملف اللي عملته اللي هن لسا هم موجودين حتى الثيم اللي حطيتها مثل ما بتتذكروا ببداية الفيديو انا غيرته من ال light mode لل dark mode هاي لسا ما تغير لسا موجود على dark mode ملفاتي ما تأثرت اعداداتي ما تأثرت اللي تغير انه بس الملفات الخاصة بالنظام هي اللي تغيرت اما انا لاحظة في تبيانات لاحظة في تبارتشن لاضفة تبارتشن جديدة نظامي ما تغير في دورة ليس نظام سخيف في دورة ليس نظام غبي اذا كان في معلومة انت ما بتعرفها اسأل عنها ودور عليها قبل ما تتهمني اني عمالي اعطيك معلومات غالطة او اني عمالي احكي كلام مالو طعمي بلتعي فيكن بالفيديو الجاية وبامان الله